الحمل رائع اليوم بإطلالتك بزرفك بحضورك بإتقانك لا تعبيرك يلي بدك تزدتها للآخر ومثل ما عندك فن الإقناع عندك فن الاستماع فأنت اليوم متميز بطبعك ورح يكون هنهار رائع بالنسبة لألك الثور أمل جديد يدغضغ في الأفق لا فحوة جديد لحياتك إن كانت عملية أو داخل الأسرة الصغيرة فينا نقول هناك بعض المطبات يلي حتى يطل حدود هناك بعض الأشخاص يلي وضعت لهم حدود وقلت لهم ممنوع بقى تستاد وتجهي بالماء العكر وبرافو أنت اليوم أتكمل متاك ونيوي تتطور وإلى الجوزاء ما كتير تفوت بصغائر الأمور ما كتير تتعلق على الديتيلز على التفاصيل بفوت فيها وبطل يقدر يطهر منه وبصير بده يعرف أوقات الجوزاء كل شير دي ووير دي ومين قال بونجور قبله ومين مشي قبله هذه صغائر الأمور ما تفوت فيها ركز على المضمون فوت بعمق الأمور وما تخلي حالك تضيح هيك أوقاتك بإشياء مش ولابد صباح الخير للسرطان قضيما كنهار رائع بكل ما قوتي هنهار من اتجاهات ما في مطبات في أمور حلوة هنهار بيفتح لك البيب أمام لقائت جديدة بيفتح لك شبابيك جديد للتعارف الاجتماعي ونصحتنا الأولى والأخيرة لألك اليوم لازم تكون اجتماعي من اتراز الأول لأنه الأمر بيفيدك وبيفيد عملك على حد سواء وإلى الأسد ياللي اليوم بيجنن من جوه ومن بره إذا بدنا فعلا نتأمل الأسد اليوم وحركاته وتصرفاته منلاقي أنه قدام شخص كتير لذيذ وكتير موزون وكتير متزن وكتير قادر يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب فاليوم منزقفلك ومنقلك برافو عليك هذا هو نهارك فحاول تستفيد منه وما تخلي الأوقات تضيع وتروح هدر ونصل إلى العزرة خلينا نحكي أول شي عن الشئ العاطفي عند العزرة أنت رائع رومانسي الأقصى الدرجات الحبيب فعلا مرتاح لكل المعطيات معك لأنك هل قدي شفاف وهل قدي حنون وهل قدي حاطه تحت جوين حاك وإذا بدنا نحكي عن الشئ العملي بلش تخطي خطوات جبارة نحو الأمام وخطواتك مكللة بالنجيح فبرافو عليك الميزان صباح الخير بيقولوا لكل مشكلة حل وإنت اليوم فعلا راح تلاقي لكل مشكلة حل مهما كانت هالمشكلة كبيرة مهما كانت هالمشكلة كبتتك سابقا من خسائر خلينا نقول أنت اليوم شخص جديد بمعطيات جديدة له بصفحة الماضي وبين قدام الحبيب قدي أنت جديد وقدي فعلا عم بتفكر بطريقة جديدة وإلى العقرب صباح الخير هيكي منور اليوم رغم كل الصعوبات بحب العقرب كتير أنه حتى لو في صعوبات ولو في مطبات ولو في أمور مش ولا بد بتلقوه منور هيك هاي با النور المنجوة يلي بيبين على وجه من برا أنت اليوم منور وما حدا فيه شد فيك لورا وراضي بكل الأمور مهما كانت صعبة وبرافو أنه حتى الخلفيات اللي كنت عم بتفكر فيها زحتة إلى غير رجعة فبرافو عليك القوس صباح الخير ما كتير اليوم تهمهم من بداية نهار هيك توعى ويبلش الهم يتغلغل وشو عندي ويا الله وفي عندي صعوبات مادية وفي عندي صعوبات اجتماعية وفي عندي صعوبات اقتصادية إذا بدك تضل تفكر بهالطريقة مثل ما بيقوله الواحد بيروح بهمه يعني ما بيعود عندك وقت تفكر بالأمور الحياتية التانية كل شخص عنده من الهموم ما يكفي الشاطر يلي بيقدر شوي أحيانا يتنيسى هالهموم لا يرجع يقلل من أهمية هالهموم عليه ويقلع من أول وجديد وانت مش ناقصك شي خاصة اليوم وإلى الجدي الحلو بالجدي أنه ما كتير همه نظرة الآخرين ما عم بقول نظرة المجتمع بكلية بشمولية لا بس عم بقول ما كتير يعني رح يهتم إذا فلان اليوم ما عجبه اللي عم بيعمله أو ما عجبه أو يمكن لبسه أو حضوره أو إذا كان جزيب أو مش جزيب هو للأمور آخر شي بيفكر فيه الجدي اليوم لأنه عنده كتير مشاريع مهمة مشاريع مستقبلية قد تتكلل بالنجاح عم بيفكر من وين بدوا يلاقي بداية الخيط وانتوا بتعرفوا بس حتى راسه الجدي بشيء أبدا بدوا يضل تحققه فبرافو عليك الدلو مش بس تموحه عنده خلفية ثقافية واسعة الدلو بيعطي لكل صاحب حق حقه يعني إذا كنت منيح مع الدلو بيدويلك صبيعه العشرة وإذا ما كنت منيح مع الدلو ما بيعمل مثلك لأنه هو إنسان سامي بالتصرف بيبرم دهره وبيمشي وبيتركك أنت وحركتك شو ما بدك تتصرف هيدا هو الدلو اليوم يلي رح يقول كلمته ولن يتراجع عنا شاء من شاء وأبا من أبا رح يقول كلمته بكل ضمير حي ويمشي وما يهتم للشيء وأخيرا الحوط مبارح كان عنده لقاء جميل جدا وهاللقاء هيدا كان ناطره وعم بيزبطه من زمان خلينا نقول مونية بالنجاح خلينا نقول ستاب باي ستاب بتعمر وبتطلع وبتعلي بمجال الحب مش نقصك شي عندك أمور كتير حلوة بشخصيتك كل إنسان عنده شوية شوائب مش مشكلة بيحاول يصلحها المهم اللقاء العاطفي اللي كان مبارح كان جيد جدا وقد يبنى عليه نوصل لمولود اليوم قبل ما نحكي عن مولود اليوم اسمحولي وجه تحية معايدة كتير كبيرة للمهندس جوني حوشان جوني هافي برزي عقبال المية سنة مني شخصيا من زميري ألي حوشان من كل أسرة يوم جديد كلنا منقلك المهندس جوني حوشان عقبال المية سنة يا راب وإن شاء الله كل حياتك تكون مكللة بالنجاح وتنتقل من نجاح إلى آخر هافي برزي من أمك ستة أولجا من كل أخواتك من كل خياتك ومنقلك إن شاء الله يا رب ما بتشوف بهالسنة إلا الخير مولود اليوم بيعرف حد طاقاته يعلن على الملء ما يريد وما لا يريد محب رؤوف ضاوي إنساني من الدرجة الأولى بحب يساعد كل محتاج حتى وهو هادب طبعه بتلقوه أوقات بينقلب ويتحول إلى بركان ولكن عن حق وعن سابق تصور وتصميم يبتعد دائما عن الأجواء المشحونة ما بيحب يكون بأجواء كله صخبه وعياته صريخ بيحب الهدوء من إيجابياته لذيذ المعشر من سلبياته ذئبقي بعض الشيء هالسنة سنة ترميم شوائب الشخصية تحياتها لكل مواليد اليوم ينعاد عليكم يا رب بالصحة أهم شيء وبالسلام وبالسعاد يا رب الأسم أكيد نحنا ما بنرفض طلب حدا ولكن الأسماء بنحكي عنه انتباعا حسب الأوردر يلي بيوصلوا لنا فيها مين طلب قبل ومين كذا الهام أنا وعدتك يا مدام تصلت فيه بالمونيك شوبس نيسي الاسم متوخزيني وعدتك أنه رح نحكي عنها الاسم ورح نحكي عنه اليوم الهام يعود إلى أصول عربية ومعناه الوحي من الإله إذن لكل الصبايا والسيدات يلي بيحملوها الاسم الهام الوحي من الإله خلونا نتعرف شوي على شخصيتها لألهام الهام هادئة رصينة رزينة بتحب القراءة والعزلة دائما عند علامة خاص بتعيش فيه بتعتبر الصمت أبلغ من الكلام أحيانا وبتحب تسمع أكتر مما تحكي الهام كتار بيحسوها غامضة وكتار بيحسوها بعيدة عن الناس ولكن هي بتعطي لكل صاحب حق حقه مهدومة طيبة القلب وقادرة دايما الهام على استنباط الحقائق تحيتها لكن الهام عم بتتبعنا هذا كل شي أصدقائنا المشاهدين ضمن برج اليوم أنا وإلي إساء الله رادم تابعين معكم لتممسا 11 ونص بريك ونواصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة